السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله عود حميد إلى برنامجكم ياسين والقرآن الحكيم وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله عز وجل والقرآن الحكيم وقلنا الواو واو القسم فالله عز وجل يقسم بالقرآن على أن النبي من المرسلين صلى الله عليه وسلم فهو صادق أمين غير مدعي وغير كذاب كما رماه كفار أهل مكة ياسين والقرآن الحكيم من صفات القرآن أنه حكيم والشيء كلما كثرت أسماؤه الطيبة كلما دل هذا على مكانته وكلما كثرت أسماؤه الخبيثة كلما دل هذا على سفالته القرآن يا أخوان له أكثر من 30 اسم اسمه القرآن والبيان والتبيان والروح والتبصرة والذكر والذكر والكتاب والحكيم اسمه كلها جميلة وطيبة ياسين والقرآن الحكيم الحكيم لغة معنى لفظة حكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه شوف الشمس والقمر بحسبان بمزان يعني والسماء رفعها وضع الميزان كل حاجة في الكون بميزان كذلك القرآن كلام الله عز وجل الحكيم كلام حكيم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه من لدن الحكيم الخبير العليم جل جلاله ياسين والقرآن الحكيم ما أسعد من عاش مع القرآن خادما متعلما عاملا معلما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم أحسن واحد فيكم يا مسلمين خيركم من تعلم القرآن وعلمه رواه البخاري هذا الكتاب من أقبل عليه رفع الله من خسيسته وجعله فوق الرؤوس والأكتاف ومن أعرض عنه هوى إلى أسفل سافلين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع إِنَّ اللَّهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ العرب ماذا كانوا قبل الإسلام يأكلون الميتة يأكلون الدم يأدون البنات خشية العار يقتلون البنات والذكور خشية الفقر والإقطار يظلمون العبيد يضطهدون النساء فيهم من العلل ما فيهم يعبدون صنماً نحتوه من الحجر بأيديهم بعضهم يصنع صنماً من عجوة فيسجد له فإذا جاء قام وأكله شفتي حال العرب لكن بعد الإسلام تحول رعاة الغنم إلى رعاة أمم تحول عباد الحجر إلى سادة لكل البشر بإيه؟ بالقرآن لما أقبلوا عليه ولما أعرضت الأمة عن القرآن واستوردت زبالات أفكار الشرق والغرب أصبحت متسولة عالة على كل الأمم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين إذا أقيمت الصلاة من الإمام؟ أقرأنا للقرآن وإن كان زبالاً وإن كان في المسجد وزراء وأصحاب ملايين وأصحاب شهادات القرآن رفعه قدمه على الكل قال رسول الله يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله من الذي يقف من خلفه؟ الحفظة حتى في الموت يا مؤمن النبي في غزوة أحد بعد المعركة كان بيدفن لاثنين والتلاتة في لحد واحد فكان يقول قدموا أحفظهم للكرآن ده في الأول وهم بعدي شفت الشرف والمكانة؟ القرآن شافع لك في قبرك ومؤنساً وشافعاً لك في الآخرة رأى مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه اللهم شفع فينا القرآن شوف بقى قرئ القرآن وشوف لحظة التكريم في الآخرة روى أبو داود والحديث صحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن يعني يوم القيامة اقرأ ورقأ ورتل كما كنت ترتل في دار الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها الله أهل القرآن أهل الله هكذا قال رسول الله قال إن لله تعالى أهلين من الناس أهل القرآن هم أهل الله وخاصته روه ابن ماجة والحديث صحيح صححه الألباني اللي بيقرأ القرآن بطلاقة بالأحكام بنداوة صوت له أجر ولي بيقرأ ويتتعتع ويتلعثم ويجاهد نفسه له أجرين فأقبل على القرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفر الكرام البررة والذي يقرأه ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران رواه البخاري بحر الحسنات يا أخوانا عايز ملايين الحسنات بأقل جهد افتح المصحف وقرأ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله بكل حرف يقرأه حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف راه الترمذي وصححه الألباني يعني حضرتك لما تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ودي آية من سورة النمل بتسعتاشر حرف عايزك تبص في الساعة ربنا يكرمك بسم الله الرحمن الرحيم ما خدتش عشر ثواني بمية وتسعين حرف يعني مية وتسعين حسنة فعشرة يعني ألف وتسعمائة حسنة تقريبا في ثواني يا أخوانا بحر الحسنات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة حديث رائع وفي بشرى عظيمة جدا وحديث صحيح راه الترمذي وحسنه الألباني اسمع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله اكرم الراجل دا اللي كان بيقرأ كلامك وبيحفظه وبيعلمه وبيتعلبه وبيعمل به يا رب حله فيلبس تاج الكرامة يوضع على رأس صاحب القرآن تاج اليقوت فيه خير من الدنيا وما فيها اسمه تاج الكرامة ثم يقول القرآن يا رب زده فيلبس حلة الكرامة ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه فيقول اقرأ ورقا ويزداد بكل آية حسنة القرآن القرآن يا أمة القرآن حال الأمة مع القرآن دوما أقول مزري قصر القرآن على الأموات وللزينة وللديكور قرآن دو بتاع الميتين معين ربنا قال لينذر من كان حيا وجه ستأتي معنا في سورة ياسين لا دو باع بتاع الميتين نقرأه في المقابر نقرأه في السرادقات نقرأه على الأموات مع أنه نزل للأحياء ولم ينزل للأموات بقى للأموات وللديكور نزين به جدران المساجد دي آية مكتوبة بالكوفي ودي بالنسخ ودي مش عارب بالخط الايه ديكور نزين ببعض الآيات بعض المؤتمرات يكتب لك كده كنتم خير أمة ويقص الآية طب ما تكمل لهم لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر لو أتموا الآية لفضحوا أنفسهم دا ديكور يا مؤمن للديكور حضرتها لبسة مصحف دهب ولبسة علي بنطلون جنز أو خفيف أو هدوم مقطعة زينة يعني ديكور يعني هذا حال مؤسف يا أخواننا القرآن دا من أعظم نعم ربنا على العالمين ألم تقرأوا قول الله في سورة الرحمن 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 علم الكرآن خلق الإنسان علمه البيان فأتى بأعظم نعمة أولا علم الكرآن لأن اللي عايش بدون القرآن دا ميت اللي معرض عن ربنا دا من الأموات القرآن من أعظم نعم ربنا القرآن شهد له الجن بأنه مدهش وعجيب ومنبع للسعادة لمن عمل به لما سمعوا القرآن الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به شهد له الكفار بالحلاوة الوليد بن المغيرة الكافر اللي ما تكافر لما سمع القرآن وقال له ها رأيك إيه في اللي سمعته قال والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله لمغدق وإن أعلاه لمثمر وأنه يعلو ولا يعلى عليه القرآن يا أمة القرآن الله في صدر سورة ياسين يقسم بكلامه بقرآنه على صدق نبيه فيقول يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين قلت الكفار كذبوا النبي فرد الله عليهم بقسم فألهم يحتاجون إلى القسم ليصدقوا أم إلى دليل ومعجزة ليصدقوا يحتاجون إلى معجزة ودليل فلماذا عدل الله هنا عن الدليل إلى القسم هذا الذي سنجيب عنه في الحلقة القادمة بحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته